سبية مقلية وسمكة شعور جزا المشوية بالخلطة في الفرن معايا الرز بالجنباري ومعايا الجنباري المشوي والحكاية حلوة نبتديها بذكر الله وصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كده في التعليقات ونحط لايك للفيديو هنروح بقى نشوف صنيتنا الحلوين دول تعالا كده تعالا تعالا شاهد معايا الجمال صنية الشعور اهو مشوية بالخلطة فيها تدبيلة حلوة معمولة بالزيت ولمون بص كده الوش بتاعها عامل ازاي الله وده ايه بقى لوت اه لوت سنجاري كده بالكريمة بالبطاطس بالمكارونة ومعايا طبعا السيبيا لما تتقلي كده بطريقتنا الحلوة حبيبنا اللي عايزين السيبيا المقلية طريقة تنظيفها ازاي نشيل الشواب منها ازاي نقطعها الفرق ما بين الكلمات للبلدي والسيبيا والكلام ده كله ان شاء الله هننزل فيديو خاص بالحكاية دي يلا كلنا كده نتابع القناة اهو نعمل اشتراك في القناة كده ونفعل الجرس للكل وننتظر فيديو الايه السيبيا المقلية بالتدبيلة الخاصة بيها ونروح بقى للجزل اهو عصرة اللمون شوية خضرة طبعا هنا سمكة شعور كبيرة قطعناها جزل عشان نحطها في السيرفيز بالشكل الرائع ده نعمل كوكتيل حلو كده فيه سيبيا وفيه جزل اهو وفيه جنباري مشوي والرز بتاعنا بالخلطة والجنباري بص كده الجنباري المشوي على الجرلا واخد صوص مميز بالمصطر ده والزبدة واللمون والخلطة البصل والفلفل والكرافس يا سلام ايه الحاجات الحلوة دي الناس اللي عايزة تعرف المقادير والتوابل ايه والصوصات ايه كل ده بنعمل له فيديوهات وموجودة على القناة لو بتشوفون الاول مرة ادخلوا عليها شوفوا الطرق المميزة اللي احنا نزلناها وانتظروا الاجمل من حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فهو ده هنا السيرفيز اهو اكتمل بحط الخضار المشوي لازم الخضار المشوي كده يزين الطبع والشوية الخضرة في الاخر كده سيرفيز بالفة هنا وشيفة للي هياكل قولولي بقى رأيكم في التعليقات ايه وحطوا اللايك وعملوا مشاركة للفيديو وانتظروني الاجمل قادم